ايا فهم احلى راديو عسليم ومرحبه بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا طوال ماضي 3 و 7 دقائق هذي الو ايا فهم سبيسال سانتي باي ميت بونتين اول موقع طبيعي في تونس والوحيد اللي تلقى فيها اقربة بيبليك وتاخد معه موعد على الانترنت وتنجموا تتفرجوا في الاميسيون مباشرة على موقع ميت بونتين وتنجموا تخليوا الاسألة امتعكم الموضوع امتعنا اليوم هو الفستول لتصفية الكيلة وحضرة بحدنا دكتورة سومي المشرقي طبيبة مختصة في جراحة الاوعية المحيطة واستاذة استشفائية مساعدة سابقا بقسم جراحة الاوعية وزرع الاعضاء بالمستشفى العسكري اذا كان عندكم اسألة في الموضوع ديات نجموا تتكلمون على الواحد وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف دكتورة مرحبا بك بحدنا في ايا فهم مرحبا بك مدام حنيش مرحبا عايشة كلا يخليك دكتورة احنا اليوم بش نحكيه على الفستول لتصفية الكيلة ولا بلزو ما نلقاوها بالاسم اللغة العربية الوصلة الوريدية الشريانية اللي مرضى غسيل الكيلة ملعبية جني غالما يعرفوا اكثر الفستول دكتورة احنا باتنو الشرعة تونسي بلوزو ما اسألنا بحسب رايكم علش نستعملو الفستول وقتش نجمو نستعملوها شنو ما المضاعفات ولا لنقدر لي كمبليكاسيون اللي نجمو يصيرو اذا كان من تلهاوش بيها نسمو مجنو قاربا انتو مجيوبو وعلى دياليز انو يعملو العبات اللي عندهم مشكلة في الكلاوي يعني اللي الكلوة متاحه ما عادش تقوم بالوظيفة متاحه العادية اللي هي تصفية الدم ملوسخ ملأوسخ يعني في كل في الحالة هذي وقت اللي الكلوة واللي ما عادش تخدم الانسان اللي قدر له نجمو يمو وزيدا دياليز عنده تأثير انو بعد حس تصفية انسان نطف يتعب دوخ ويفشل العبيد اللي يعانيو من دياليز ويعمل في الفيستور لايز يعانيو من مشكل وطعب بالدياليز ربع سوية لايز ينباد يبقاوا يعانيو جهة الفيستور نعرف اللي العبيد هذو ما يصفية الكلوة لثمارات في الجمعة دونك تلقاهم متعذبين مساكن خطر البلاسة اللي يجبدو منها العرق تقعد توجع وحاجة اخرى يزم يستحفظوا عليها من الانفكسيون يقول القيل فماشي بلاسة اخرى فلبدان النجمو نجبدو منها بشرتح البلاسة هذيكة حاجة اخرى نحب نعرف ايز كل الفيستور عندها تأثير خايبة على القلب واللي دونك كنا نسمع فيهم دكتور عندهم شوية تساؤلات تتنجيبوا علينا عفوا بتبعاتنا من هنا حتيكش للعربة عم تلاشين جسد نعود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو الفيستور لتصفية الكيلة دونك مرحبا بتليفونيتكم على 31 380 دونك قبل ما نحكي الدكتور على الفيستور احنا دجا اسباب لتركيب الفيستور هو بشنصافي ولكلاوي دونك شكرا عن استيضافة والحاجة مرحبا بمستمعين الكل والمستمعات بالنسبة الفيستور نستعملوها وقت اللي يبدأ فيما قصور كلوي مزمن دونك ملول نقول اللي هو قصور كلوي مزمن شنوه هالقصور الكلوي؟ الكيلة نعفوا لهوا عضو مهم يسر دونك إذا فيه اشكال المريض ينجم لقدر الله يتوف دونك القصور الكلوي شنية هوا الكلوان فايت تصفي لبدا من الماء الزيت من السموم المتراكمة فهمتها وزيدة كيف كيف تنجم زيدة معناها ومن بين وظائف المهمة بتاحها انها تعدل التنسيون دونك وقت اللي يصير مشكلة متاع قصور كلوي شنوه يصير؟ الماء الزيت يتراكم في لبدا السموم كيف كيف فهمتها تتراكم في لبدا وهذه هي فهمت من شانه وانه يخلي المريض تولي عنده اعراض معينة وكان ما يستعانش بحاجة بش يصفي الدم متاع ولقدر الله ينجم بالمريض معناها تولي له مشاكل اختيرة فهمتوا لقدر الله معناها توفى بالوافات دونك القصور الكلوي عنده اسبابه ومن اهم الاسباب هي مرض السكري ضغط الدم العالي هذوما اهم اسباب لكن زيدة كيف هم حاجات اخرى لهاي مثلا حاجات وراثية كيفما التكيس الموجود معناها كيما دي كيست موجودين في الكلاوي ويلا ديما الفورماسيون مثلا في حاجات خلقية تشوهات خلقية تصير في المجرى المجاري البولية تجم تكون زيدة معناها سبابة اشكالية متاع جرثومة في المجرى بصيفة متكررة تصير دونك نجم تتعكر معناها الكلوة وظيفة الكلوة وزيدة بعض ادوية فهمتة اللي هو ذاك عليش دي ما نقوله المريض يحاول ما يعملش لوتو ميديكاسون ما يخوش الدويات فهمت ما غير ما صحيت ما غير ما يقول لطبيبه فهمتة دونك فهمتة بعض ادوية اللي تسبب مشكلة متاع قصور الكلوي دونك عليش معناها قصور الكلوي مهم ويلزم ما عبد يارفوه وكيبدا عنده هذو ما منها المشكلة السكر والتنسيون والحاجات هذو ما اللي تصير في الكلوي فهمتة يلزموه تصير المتابعة متاعو بصيفة منتظمة عليش على خاطر القصور الكلوي ما يعطيش راهو فهمتة دايسام معناها اعراض في اللول اذا تخلط معناها يخلط المريض لمرحلة الاعراض راهو تولي فالا اكزاكتو ما مشينا المرحلة متقدمة يصير في المرض واللي وقتها يلزم التصفية فهمتة وليحنا ما نحبوش نخلطول التصفية فهمتة دونك الاعراض هذي فهمت كيف ما قد تكملول يبدأ شنو يصير تعكر في الوظيفة متاع الكلوي اذي بتحليل اللي عملوه دونك ومن بعدي كاوقت اللي لقدر الله يخلط المريض المرحلة متقدمة اشنو يصير المريض يولي يحس فشلة كيف ما قالوا يعطيها مصطحة في الميكو تخوتواخ معناها فشلة مشكلة متاع حكاك هكاية في البدن مشكلة متاع الانسان معاش ناجم يرقود بالقداية في الليلة التنسيون زادة كيف كيف تولي معناها مفتربة اكزاكتو ما ايه سوحتوش كالية متاع تراكم الماء الزايد هذيك فمتاع فستقين يولي فمنفاق فستقين وتاركم زادة والسلطة والي هو اللي اخطر في الصفيق متاع القلب والريا دونك المريض يولي حتى ما عادش ناجم يتنفس معناها يصير فما نسوف لما دونك هذو ما معناها حاجات مهمة ياسر اذك عليش كيبدأ انسان عنده مشكل من نوع هذي حاجات ما اللي ذكرتها توا أسباب تنجم تعطي قصور كالوي يلزمو يتبع بصيفة ممتظمة خطر فما بعض ناس يقول لك اي انا عندي السكر عليش نقود كل ثلاثة شهور نمشي لتبيبي ولا كل ستة شهور فمت وقتاش يطلب لك التحليل هذي متاع الكلوة فمت بالشك كانت فداوي مشاكل كبيرة وفرق كبير ما بنات اننا نكتشفه قصور بداية في القصور الكلوي فمت والبريزان شارج تكون بيانسور خير واسرع والمريض ينجر ما يخلطش مرحلة التصفى وغاسي للكيلة فمت وانه انسان لقدر الله فمت ما يصيرش المتابعة متاعه بصيفة متظمة والمريض فمت يكتشف الاشكالية هذي وقت اللي دجا لمالفي معناها الكلوة متاعه ما عادش معناها تاقف تاقف كمبلت ما فمت وقت هذي لازم تصير تصفية في ظروف ياسر سمحني معناها ظروف استعجلية اللي هي ظروف خايبة وكي بيقول قايل الدكتورة مش نوصلو للتصفية بش نصلحو بلزو ما القصور الكلوي اذي دونك عنا حاشتيني اما بش نصفيوه بش نزرعو كيلة هكا ولا لي بالضبط زرع الكليه يختبرشا وقت دونك أبليجا على اليوم شيتعديو بالتصفية بالتصفية بالضبط إكزاكتما هي معناها كيفيتش قولوها سي كمبلمونتير فهمت دونك زرع الكليه هو أهم حاج وهي الحاجة اللي يحب معناها تتمنىو اللي المرضى الكل اللي عنده مشكة متاع قصور كالاوي يخلطوا يعملوا زرع الكليه وكو سواء من مريض معناها معناها عبد تبرع له بالكلوة ولا معناها عبد دي سيدي معناها والحاجة الثانية هي تصفية الكليه فهمت وتصير برشة ترق من بينها الفستول وكانت حبتو فهمت نحكيو عليهم من بعد دوت سويت مش نحكيو عليها احنا نفسرونا بالضبط شنو هي هالفستول لدي وشنو الدورة متاحة في تصفية الكليه دونك نعود وفكركم اللي موضوعنا اليوم هو الفستول لتصفية الكليه ده كان عندكم أسألة في الموضوع دي تنجموا تكلمون على الواحدة وثلاثين ثلاثمية وثمانين ما عودوا فاكركم اللي تنجموا تتفاجروا زيدا في الإميسيون مباشرة على موقع ميت بونتين وتنجموا اتخليوا الأسألة متاعكم وحضرة بحدان اليوم دكتورة سوميا المشرقي طبيبة مختصة في جراحة الأوعية المحيطة واستاذة استشفائية مساعدة سابقا بقسم جراحة الأوعية وزرعة الأعضاء بالمستشفى العسكري بتونس دونك اذا كان عودكم أسألة مرحبا بتليفونيتكم على الوحدة وثلاثين تلاثمائة وثمانين الف ارجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من تواحدة كشلالة ربعة متاع العشيات نجموا تكلمون على الوحدة وثلاثين تلاثمائة وثمانين الف موضوع أن اليوم هو الفستول لتصفية الكيلة وحضرة بحدانا ودكتورة سوميا المشرقي طبيبة مختصة في جراحة الأوعية المحيطة واستاذة استشفائية مساعدة سابقا بقسم جراحة الأوعية وزرعة الأعضاء بالمستشفى العسكري دونك مرحبا بتليفونيتكم على الوحدة وثلاثين تلاثمائة وثمانين الف دونك كنا نحكي ودكتورة على التصفية وفي التصفية فهو برشة طرق هكو لليه بالضبط دونك في التصفية فما أول حاجة فما حاشتين يا إما جاليس بيريتونيال اللي هي تصفية عن طريق الصفاق متاع الكرش فمتاع أما شنية تصير يوميا وتاخو أكثر وفي الليل الأغلبية على خطر تاخو معناها وقت طويل فمت ساعات دونك وتصفية الثانية نوعية الثانية اللي هي ليمو جاليس إيمو جاليس معناها عن طريق الدم دونك تصير بثلاثة طرق إما عن طريق الدم راهو تصير على أساسي إما مرة في الأسبوع مرتين ولا أغلبية ثلاثة مرات في الأسبوع دونك والسيانس دوم معناها مبينة ثلاثة وأربعة سوية يلزم البدن يتصفى من السبوم اللي كنت نحكي عليها ومن الماء الزيت إما تصير عن طريق دزيلة هذا يتحط في كل سيانس متاع التصفية يتدق المريض وين الفخضة متاعه اللي هي حاجة معناها متعبة للمريض على خاطر أو سيدو لغو حاجة توجع المريض يعطيك الصحة بيان سيور مع إمكانية متاع مضاعفات مثلا إنه يصير نزيف في البلاسة هذيك وكل يوم راهو أعرف اللي ثلاثة مرات في الأسبوع ينجم يصير الشيء هذي يويلا الكاتاتير الكاتاتير اللي هو شنية يا أما يتحط في العرق متاع الكروم يا أما في العرق متاع الزر يا أما اللوطة في العرق متاع المخروقة الكاتاتير هذي يمكن للمريض أنه يعمل التصفية متاعه مدة أطول شوي من نفس الكاتاتير معناها من شهر إلى من شهر ثلاثة ستة شهور حتى ثلاثة سنين كل الكاتاتير كيفيش أتبقى شنوه الاشكالية هذي في الديزيلة والكاتاتير اللي هو حاجة نقوله حاجة وقتية فهمت عليش على خاطر حاجة تقعد غريبة على بدان البشر تنجم تتعفن في ساعة تنجم تتسد في ساعة وحاجة مهمة يصير اللي هي تحرم المريض من الكونتاكت مع الماء أعرف اللي المريض ينجم يقعد مدة طويلة ونلقاو حل جذري نقوله حل معناها يعطيك الصحة ويقعد مع المريض مدة طويلة حتى معناها سنوات نعرف مرزا قعد بالفيستيول المتاحة مقربة عشرين وثين وعشرين سنة وغمام ثلاثين سنة فمشكون حتى ثلاثين سنة دونك معناها شنو هالفيستيول هذي اللي هي هالوصلة الشريانية الوريدية اللي بش نحكيه عليها اللي هي الفيستيول ولي هي معناها الحل معناها الأنجع والأحسن للتصفير شنو هي هالفيستيول هذي الفيستيول هذي هنفت هي وبرشة ناس رو يقولوا المجالة والفلثة فمتو تبقى روما نركبوش حاجة غريبة على بدن البشر شنو عملو؟ العروق متاع معناها المريض هما اللي نلحموهم في بعضهم معناها نخيطو زوز عروق في بعضهم شنو هالعروق فمتو؟ العرق فما وريد معناها الرزو فينو فمتو وريد نحطوه على الشريان اللي هو العرق اللي غذي اليد متاع المريض دونك بش هكاكا شنو الهدف اننا نعملو معناها العرق السطحي اللي هو الوريد يوسع واللي فيه معناها دبي خير بيأسر معناها من اللي كان اللي هو معناها يلزم تدفق الدم يكون بصيفة كبيرة خاطر هيا الفيستيول هذي بش تمكنها انه نصف فيه ولبدن كامل شفت دم الكل اللي موجود عند البشر يلزموا يتصفها فاك السيونس هذيك دونك يلزم حاجة اللي معناها مبينات المريض والمكينة معناها تتبرنش عليها المكينة بش تصير التصفية فانت باحسن حاجة معناها باحسن في احسن ظروف ممكنة دونك الفيستيول هذي هي قلنا وصلة فانت شريانية وريدية هل اتفاصل اي معاك دونك هالفيستيول هذي جي تحت الجلدة دونك المريض ينجم يدوش على راحته فانت ويعيش حياته عادي وعليش قلنا الفيستيول معناها هي اهم حاجة اللي هي تقعد معها اكثر الخط المعمولة بعرقه هو دونك امكانية التعفن قليلة ياسر امكانية ازدد زده كيف كي ويرده كذا بش عليك لكن قليلة ياسر فرق كبير مبيناتهم مبينات ازدد في الكاتتير اللي هو يصير بصفة معناها بصفة كبيرة دونك هذيك عليش يلزب واحد يعمل الفيستيول متاعه وقتيش تتعملها الفيستيول هذي راهو خاطر يعطيهم الصحة طبة الكيلة من اللي يشوف المريض متاعه بداية الكلاب يمتاعه فامت الفونكسيون غينال متاعهم تتعكر معناها الوظيفة متاع الكيلة تبدأ تتعكر يبدأ يقول المريضه يبدأ يحكي معه على خاطر هذيه راهي هدرة اللي زمها تحذير نفسي مش هكاكة فامت المريض راهو دايوا المشكلة للمريضه المريضه وعيلته راهو نشوفي مرضى فامت هو وعيلته تلقاهم فامت المرض هذيه مهم ياسر بالنسبة ليهم وهم وراحت المريض مهم ياسر دونك وقتيش تتعمل الفيستيول هذيه دونك يلزم اقبل معناها اشهر شهرين شهر ولا شهرين هكاكة اقبل بداية التصفية فامت لكن الهذرة صعيبة تقبلها من المريض فامت مرضى ليقول لك لا يخليني مدام لباسو ونجم ونعملو كاتتير وبيلك الكلوة تعاود معناها ترجع تمشي كل شيء لكن تبقى اغلبية في اغلب الحالات فامت راهو المريض يوفى بالتصفية وفرق كبير ما بينت انسان حظر الفلسفة متاعه قبله بمدة وكي يبدأ التصفية متاعه يلقاها حاضر الفلسفة متاعه وجست بش يدقوها ويصفيوله ويكون هو مرتاح وما بينت انسان فامت اضطر انه يعمل سيانس دو جاليز بزربة في ظروف معناها في ظروف استعجالية نقوله دونك بين سيورة تصير في ظروف خائبة شوية وهاو ديزيلي هاو كاتتير ومعها كيف ما حكيت لك المضاعفات معناها اللي تنجم تصير باهي في انت تعمل لها الفيستول هذية تتعمل اغلبية في الليد اللي المريض ما يحركش بيها نقوله ما يحركش بيها برشة اغلبية في الليد اللي صار عمزادة فمشكون في الليد اللي مين دونك وهذاك عليش اغلبية وقت اللي مريض تبدأ حالته تتعكر معناها طبطو يقولولو اللي يلزم الليد اللي صار نقولو فمتالليد اللي محركش بيها برشة يستحفظ على العروق ومتاحها شمعناها معناها يحاول انو وقت الفيمشي يعمل تحليل فمتالي يحاول الليد هذي كمان يمسيش على خاطر الدقة تنجم معناها تتسببلو في مشكلة معناها الدم يخسر في وسط العرق هذيك ويتسدو العرق ينجم يولي معاش نستعملوه للفلثة نعاود ونقول هالكابيتال فينو هذي معناها العروق الأوردة متاع المريض صحة الأوايا يعطيك الصحة مهمة ياسر مهمة ياسر عليش على خاطر نقوله كابيتال فينو معناها رصيدو فمت من العروق حياتو تولي مرتبطة بالعروق هذيك فما يصير بعض ساعات انو المريض معناها ما عادش عنده عروق منين يصفي اللي لقدر الله واحد ينجم يشوفه يموت معناها قدامه وهو كان ينجم بشوية توعية فمتاح يفهم الوضعية ويستحفظ على العروق وقد ما ينجم باهي كنا أغلبية في الليدل ما يحركش فيها وفيها أنواع صنط الفيستيول هذي فما أنواع وفيها سوز أنواعية فما اللي بالعروق متاع المريض وتحت الجلدة لكن فما مرضى اللي ما عندهمش سبحان الله من عند ربي العروق ما عندهمش فمتاح دونك وقت هنبدأوا مضطرين إننا نعملولو عرق الاصطيناعي لكن العرق الاصطيناعي هو نفس البرانسيب معناها نربطو وريد بشريان لكن عن طريق عرق الاصطيناعي لكن يقعد ديمة تحت الجلدة فمتاح معناها وهو صحيح اللي بالعروق متاع المريض ديمة تقعد خير لكن فمتاح يكون ديسيان يكونوا العروق متاع وبهين وديما حتى لو كان عرق الاصطيناعي يقعد ديمة تحت الجلدة معناها يدوش ويستحفظ عليه وفمتو ونورما ماما فما حتى إشكالي باهي وقت اللي بشنا عملوا الفيستول هذي قلنا يا إما فما نوع اللي موجود وين المعصم فانت فوق المعصم بشوية فما النوع زيدة كيف كيف اللي موجود وين الثانية متاع المرفق وهي فما زوز أنواع متاع عروق يا إما عرق سطحي نقوله فيستول أميغو سيفاليك وإلا العرق الغارق نقولها فيستول أميغو بازيليك ودير بما أنه غارق العرق هذي يستحق حتى في العملية يستحق زوز عمليات عملية لربط العروق والعملية الثانية إنه بش نعمل إن سوپرفيسياليزازيون معناه بش نخليه والعرق يكون تحت الجلدة بالضبط الهدف متاعنا إنه يكون العرق سهل في الدقين وقت اللي سيانس دو دياليس دونك سوپوزان كيف ما قلت لك يأما أول حاجة يصير إبويزمان دو كابيتال فينو معناها المريض استعمل معناها العروق متاعه الكل في اليد ليصار اليد ليمين ووقتها أبليجي إنه نستعملوا عرق ستناعي وإلا سبحان ربي من عند ربي العروق متاعه وتلقاه مضعاف أبليجي إنه وقتها معناها ودي ما نقوله أبليجي منستعملوا إن بروتيز كيف ما نبدأوا معناها مسترين لها إنه نربطوا عرق بعرق معناها عن طريق إن بروتيز دونك معناها الهدرة هذي مهم ما يسروا يجب المريض يعرفها فهمت على خاطر إذا تصير إبويزمان دو كابيتال فينو كيف ما قد تكرهوا أغلبية معناها حلول أخرى والعروق متاعه وهو ما الرصيد متاعه جست ما ناخدو كان من الماليدين دكتورا مفاميش بلاسوخة نجموا لنجموا ساقين العرق استناعي مثلا زادا نجموا نعملوه في السيق فهمتوا وين الفخذ وين المخروقة لكن ديما نقول لك معناها ما نخلطوا وين عملوا في السيق كان ما نضطروا خاطر ديما تقعد بلاسة نحن وين المخروقة وين البلاسة هذية ديما تقعد بلاسة من الدية مهما كان إنسان نظيف دونك تنجموا لقدر لها تصير فيها إشكال فهمتوا والبلسة اللي هذيكة ما تستحق كان عرق استناعي العرق استناعي ديما يقعد مش كيف ما العرق البشر دونك إمكانية تسمي الله التعفن ويرده مش على العرق استناعي عربت العادي كيما بش نعملوه في اللي دي منجموش نعملوه في الساقين ولا لازم عرق استناعي صير لكن فريمان معناها فما كالكو معناها كيفاش يقولها كالكو شيرجين في العالم يعملوها واللي هي مش ياسر من الدولة فهمتوا إما اللي مدي ولا أكثر هي المتعليدين نبدأوا بالليد اللي ما يسحركش بها المريض وبعضي كانت نقلوه للليد الأخرى بي كاملو دكتورات دونك بالنسبة للفيستول وقته معناها نحنا مثلا كيجينا مريض ويكون كونديدان نقولوه أين فيستول بش نعملولو معناها الفلسة هذي اللي بش يصاف في منها يلزم نشوفولو العرق متاعو أول حاجة نشوفو النبض في اليد خاطر النبض هو اللي بش يعطينا فكرة على العرق اللي بش يعطي الدم بش يسمح لتدفق الدم في العرق السطحي نشوفو أول حاجة اسكو بالعين فما عرق به نحطو كيف ملقروه ونشوفو العرق اللوطة والعرق الفقاني اللي كنت نحكي عليه اسكو الكاليبر متاعو به كبير وواسع يسمح أنه نعم العملية ونجمه نعم العملية كان العرق متاع المريض به سيبوزا إلي المريض العرق متاعو ما همش واضحين ولا المريض بسحتو شوية فاللي ما نجموش نشوفو العرق وقتها يلزم نطلبو تصويرة والتصويرة نجم تكون يا أما تصويرة بس داي معناها للليد اللي بش نعنو فيها العملية بش هكيك نعرفو العرق اللي أكبر دي ما نقول اللي العملية هذية توقف عليها حيات المريض يصفي منها دونك يبش نعملو حاجة نعملو حاجة على قاعدة ويلزم نشوفو العرق اللي أصلح واللي أكبر دونك نشوفو أول حاجة أكبر عرق نجمو نعنو به نشوفو العرق اللي هو ما فيهش اسدد ما فيهش أشكال هو اللي نعنو به العملية وفمزيدة مثلا تصويرة أخرى نجمو نعملوها اللي هي فليبوغرافي هذه تصويرة كحلة نجمو نشوفو بيها حتى العروق الدخلانين فهمتوا هذه جني غالما نطلبوها وقت اللي بش نعملو فمتة عرق استناعي جني غالما هوا فمتة أما فمش كون يطلبها من لول المفيد معناها يلزم مع ما نعملو العملية كان ما نكونوا متشقنين اللي العرق اللي بش نعملو بيها العملية يكون عرق باهي وإنه بش يشد المريض أكثر وقت ممكن المريض كيف ما قد تكراهون يصفي منها ثلاث مرات في الأسبوع يلزم يكون الدبي فيها باهي وهكيكا بش نتفاداو المضاعفات اللي بش نحكيو عليها من بعدي كاين تحب دونك بالنسبة للفيستول هذية أغلبية راه تصير بنج موضيعي فهمتة اليوين المعصم والفوق شوية أغلبية تصير بنج موضيعي فما إمكانية أنه يصير معناها بنج كامل للمرضى اللي مثلا بش نعملو لهم يأما بش نعملو العرق الدخلاني اللي قد لك عليه ويلا فهمتة الواحد العرق الاستيناعي ليتعمل في اليد ويلا في الساق دونك ما نحبش خطر بعض مرضى تلقاهم عندهم فكرة خايبة ياسر على الفيستول وبش نتعبو بش نتمرمدو مش راهو يعنيها العملية مادو مش ياسر فهمتة بقى الفيستول هذية مهمة ياسر ويلزم يعملها وفي أقرب وقت بشكاككية يخلط التصفية يلقاها حاضرة علش نقول لك يلقاها حاضرة على خاطر من العملية اللي بش نعملوها لليوين بش يصافي بالفلسطة متاعه يلزم ما أقلش من 3-4 جماعات فهمتة علش معناها الدليه هذية الوقت هذية على خاطر قلنا الهدف متاع الواحد الفيستول متاعنا انه ان التدفق متاع الدم يكون باهي في العرق اللي هو سطحي في الوريد اللي هو سطحي يلزم يخو وقته معناها من 3-4 جماعات فهمتة مرضى للي أكثر فهمتة بش العرق يوساع ويولي ساهل في الدقال دوك في المرحلة هذيكة من العملية للوين فهمتة بش يعمل التصفية منها الفيستول هذية يلزم يستحفظ على يده وديورة ذاك عليش نعملوها في الليد اللي ما يحركش بيها برشا على خاطر الليد هذيكة بش يستحفظ عليها فهمتة يحاول ما يهزش بها ثقيل ما يتكش عليها ما يثنيهاش ما يلبسش عليها حويج محزوقين يحاول ما يلبسش عليها حتى معناها ويستحفظ عليها قد ما ينجم وما يتركزش عليها وحتى بش يقيسوا منها التنسيون لي يلزم يقيسوا مشيرها الأخرى على خاطر يلزم يستحفظ عليها وكي يعيني فهمين؟ دونك الهدرة هذي مهمة يسر دونك بالنسبة البعض معناها سوبوزان اللي الفيستول متاعه معناها تخدم ما شاء الله وحاجة أخرى بعض ناس اذا ما عارفوش كيفاش يريقبوا الفيستول متاعهم ونقولو لهم راهوا بعض العملية الليو يلزم يتفقد الفيستول متاعه وكي نعملو هالوصلة الشريانية الواردية شنو يصير تقع كيف نقولو انفخيل اللي موجود اللي هو كيف ما الفيبراسيون ينجم المريض واحد وواحد وفهمت يتفقد الفيستول متاعه اسكو تمشي ولا ما تمشيش لأ مش نبض النبض دقت فانتو والفيبراسيون الفخيل اللي هو كيف ما الفخيم يسمعه معناه الفيبراسيون يخطده فوقها بش عارف اللي هي فيها معناها انفخيل ويعرف ادي الفيستول متاعه تمشي المريض هو زيدا مطالب انه يستحفظ على يده وفهمت ورد باله وخطر المرضى اللي عندهم مشكلة متاع قصور كالوي اعمارهم متفاو تراه وفهمت ينجم المريض عنده خمسة ست سنين لاخر عمره معناها سبعتاش عشرين لاخر ثلاثين ولياخر خمسة ستين سبعين وفهمت وفهمت عباد اللي تلقاهم اكتف مزالو يخدمو مزالو يدورو مزالو يحركو يلزم يحط في مخو اللي ما نشفنا مع المريض انه بيش يحركو يدور وفهمت ويلزموا معناها يقوم بروحو لكن الليد هذيك اللي عليها العمدة واللي هي فيها فلسطة واللي هي حيات ومرتبتة بيها هي اللي يلزم يستحفظ عليها وحاجة اخرى زيدا كل ما وين لمريض ما ياخوش معناها ما يستحفظش على الفلسطة متاعه الفلسطة هذيك بيش يصير فيها اشكال وبيش ترصيلوا ونعاودوا شفت نفس المراحل اللي معناها كنت نحكي فيهم بالشي عودهم منولو جديد فهمت معناها مع التعبل متاعهم ومع المصاريف زيدا كيف كيف دونك عليش مش المريض فهمت يستحفظ على الفلسطة متاعه بيه سيبوزان علي المريض اتفضل بيه سوئين احتياط إذا كان الفلسطة متاعه متل هش بيها نقول وحنا بديه هو يصفي استعمل الفلسطة متاعه وما مشيتش بليج عليه بش يرجع يصفي دونك البلان بي كيفيد حاضروا فلسطة عاليمين وفلسطة عاليسار وكهو الفلسطة عاليمين فزد المحرين ولا كيفيد نرمال ما الفلسطة شفت كي تعمل الفلسطة وتصير فيها لقدر الله مضاعفات نحاولوا تصليح الفلسطة هذيك العرق هذيك ما دامه يمشي نحاولوا قدم النجم وانه نستحفظ عليها الفلسطة إذا ذيك معناها تسكرت ولا فيها إشكال ينسيها حياتو كاملة معاش يرجع لها بتاتا دونك نخموا في فلسطة جديدة لكن تبقى كيف ما حكيت لك الفلسطة تاخو وقت تاخو أقل حاجة معناها ثلاثة أربعة جمعات مشكلة هو بش يصفي ديجا دونك وقت هيوالي أبليجي عليش قتلك رهو الكاتتير والفستيول حاجة كومبليمانتير فهمت انه في الوقت انه تحضر فيها الفلسطة جديدة متاعو يلزم يحط كاتتير إذاك عليش نعاود نقول لك اللي معناها نصايح بسيطة والمريض يستحفظ على يده فهمت كسسوالي مريض ولا حتى في الصندر دوديا ليزاتا ونحكيه وتوى فهمت طريقة الدقين وكل شيء بش هكيك يتفادى هل نعاود واغلق وفهم بارشة مرضى اللي في حياتهم معناها يصير معناها كيف ما قلت معناها يعملوا أربعة خمسة ستة معناها فيستيولات وتتسد ويقعد أشك فا يعاود معناها الشيء هذي فهمت وساشان اللي يراه وفهم مرضى حتى لو كان بعد ساعات يستحفظوا على معناها عروقهم وكل شيء فهمت معرفين أكثر من غيرهم أنه تصير مضاعفات معناها في فيستيول هذي بي أنت تواها دكتورة البهز متاع الموضوع متانا أنه اللي عمد كفيش يستحفظ على العروق متاع وقولوا احنا مثلا إذا كان عمد وعند مشكلة في الكلابية كهو وما نعرف اللي جانا غالما هو العباد اللي مرضى بالكلابية عنده بشأ أمراض مزمنة أخرى اللي تنجم تأثر على نوعيته وكل العروق هذي تبدأ به مثل العباد الدياباتيك بعيزون ونعرفوا اللي هو مرض متاع عروق زيدا وينجم يمس العروق هذي يقول لك العباد الدينا دجا موصلت معنا صفيت للكلابية ونعرفوا دجا للسكر دجا يأثر على الكلابية بشي أثر على العروق يقول لك أنا حظوذي أسكمت ويفرة كيمال العباد اللي عنده كان قصور كلوي وكهو ولا عندي حاجة لي أنا ختليني عندي ديابات معا صحيح صحيح الديابات هو من اللي فكتور دوريس كارديو فسكولير معناها من الحاجات اللي تخلي معناها كيفاش يقولوها تصلب الشرايين يصير في وسط العروق وكيف ما قلت لك الفلسة هي البرانسبة متاحة أنه نربطه واريد بشرياء هكي الشرياء هذي عند العباد اللي عندهم السكر ودير حتى اللي عندهم التنسيون يتكون فيها كيمال تصلب الشرايين ويولي الدم ما يخلطش بالجداء للبلاصة اللي بيش نعملوا فيها عملية دونك يتولي البلاصة هذيكة ما فماش نبص دونك بنجموش نعملوا فلسة دونك تولي المريض اللي عنده السكر ينجم يكون الحظوظ متاعه وفمت كيفاش يقولوها فما إمكانيه أنه نطلعوا فمت بالنفو متاع الفيستول اللي هنا عندوها مثلا الواحد الثانية هذي متاع المرفق ويلا حتى نعملوله ديريك تمام عرق استناع ليش على خاطر فمت ينجم يكون العرق متاعه اضعاف وزيد السخطو سخطو العرق اللي فمت فيها تصلب الشرايين معناها ويرد انو يكون موجود برشا معناها عند مريض انشاء الله العبيد اللي مصاب انشاء الله انشاء الله باللطف عليها بسينا ونرجع دكتورا نحكيو على الفيستول متاعنا كيفاش ننجموه نستحفظه على العرق هذيه ديجا قبل ما ندخلو للمنطقة متاع التصفية طيب شون ندخلو للمركز متاع التصفية خطر حتى هم زيدا عندهم جانب انهم يستحفظوا على الفلسة والعرق هذيك اكيد اكيد دونك بعد الكنفكسيون دو فيستول بعد ما المريض نعملو لفلسة اللي بيشي صفي منها ومعناها تفوت لفترة هذيك متاع الماتوراسيون متاع انو العرق يوالي كبير ونجموه ندخوه دونك يولي وقتها دور المصحات متاع التصفية مهم يسر علش الخاطر وقتها يولي المريض قنا يتدق معناها اغلبية ثلاثة مرات في الأسبوع من الفلسة هذيك دونك ديبونكسيون ايتيغاتي فييسر معناها يتدق منها الهدر هذيك ويلزم العبد يستحفظ عليها قد ما ينجم ومعناها الممرض والطبيب المختص في التصفية زيدة زيدة معناها عندهم دور كبير انهم معناها يستحفظوا كيفاش معناها يريقبوا يلزم يريقبوا الفلسة هذيك ويلزم زيدة كيف كيف معناها قبل ما يبداوه او الحاجة يلزم سورتوه البريود الولانية متاع البقان يلزم عبد كاليفية فهمتها فرملي يعرف يدق مليح على خاطر فهمتها حاجة مهمة وكيف ما قلتك معناها اذي حاجة مرتبطة بيها حياة البشر حتى معناها قبل التصفية زيدة كيف كيف يلزم اليد تتنظف تصير ديزنفكسيون معناها البلاسة هذيكة وين الفيستول بشي نجم ويدقوا منها وتصير معناها التصفية خاطر هي كيفاش البرانسيب متاع التصفية لانو المكينة فهمتها اللي هو نقوله لغان ارتفايسيال معناها الكلوة الاصطناعية اللي هي فيه معناها في شكل المكينة معناها تولي مربوطة فهمت بالفيستول هذيه اللي هي تمكن معناها من تصفية الدم الكل اللي موجود في البدن لانك تصير معناها السيانس هذي السيانس دو دياليز مدة ما بين التلاثة واربع ساعات وبالنسبة للواحد معناها بعد كمير اللي تتصفي هذه السيانس متاع دياليز وتتنحى البران اللي بشي يصفي منها المريض لازم يقع ضغط ضغط بصيفة معقولة فانت وبطريقة كافية علش على خاطر فما امكانية انه لقدر الله اذا ما يصيرش الشي هذيه لقدر الله يصير نزيف دانك يلزم هما الممرضين معناها ديجا عاملين معناها فورماشن في دانس سانس فهمت معناها على اساس بيش يستحفظوا على الفيستول ويعرف كيفيش يدقوها ويعرفوا كيفيش يستحفظوا عليها وكيفيش يرقبوها سيحتو دانك من بعديك بعد ما معناها يسمحني ينزلوا عليها مد دم وعينة فهمت ويكف الدم يحطو لها فاسمة والمريض نرمال ما يروح على نفسه كيف نجدو بالدم اذا ما نضغطو شوية اكثر شوي على خاطر هذيه يكون الدبي فيها كبير دانك لازم تتحط الفاسمة هذيه والفاسمة هذيه ما ينحيها المريض كامنا بعدها من 6 ل 8 ساعات بعد التصفية فهمت معنا جميعنا حيها كان وقتها وديما يثبت في الفيستول ومتاعه دور المريض زادة مهم يسر فهمت وكيرا هو خاطر شفت الفيستول بش تمشي فما بارش عوامل تخليها تمشي وتشد لمريض اكثر وقت ممكن اول حاجة هي معناها دور الجراح معناها اللي هو يعرف انه هي انه هو العرق اللي بيش يعمل به الفلسة فهمت ذي الحاجة ثاني حاجة هو السانتر دو جاليز على خاطر كسوية الممرز ولا الدكتور المختص في التصفية معناها لازم يريقبوا الفلسة هذية خاطر معناها يعرفوا ليها مهمة ياسر فهمتها والحاجة الاخرى اللي هو المريض معناها المريض اللي هو سمحني يا كيف ما قدتك الفلسة هذية حيت ومرتبتة بالشي هذية دونك هو يلزم يستحفظ عليها ويتفقدها ومعناها وكيف ما قدتك معناها النصائحة ومتا نعودوهم ان شاء الله في اخر الحصة باش هكيكة المريض يستحفظ علي يده والفلسة متاعه وتشده اكثر وقت وممكنه لقدر الله مايرجعش لمشكلة الكتتير مع امكانية التعفن وستدده ونرجعه معناها ولي كل مسلسل معناها نقودو نعاودو فهمتو ومعناها دراما شوية مسلسل دراما شوية تستولة ذي يا دكتورة والمشاكل متاحة تستولة دي كومبليكاسيون اي بالضبط كيف ما قدتلك معناها الفلسة هذية تدك برشة مرات في الأسبوع دونك امكانية المضاعفات ويرده بيشوف فهمتو على العرق اللي معناها يصير منه التصفيع اول حاجة نجم معناها يصير كيف ما تضيق في العرق كالفبراسيون اللي كنت نحكي فيها تولي اخف معناها فما مرضى اللي تتنفخ يدهم فما مرضى اللي معناها يتقلقوا من هادرة هذية وحتى وقت الدياليز معناها بعد ما يناحي ولبرا متاع التصفيع تقعد تنز مدة طويلة فهمتو على خاطر فما بلاسة ضيقة الفوق شوية فما زادة امكانها انه فهمتو المريز يعمل كيف ما ازدد في العرق فهمتو وازدد ينجم يكون في بلاسة معينة ونجم يكون على العرق الكل الحاجة الاخرى اللي زادة امكانية التعفن ويدبره صحيح معناها سيتخد خغاغ بسم الله عليك لطفة عليك بسم الله امكانية التعفن وردة اما بيانسور اقل ملكة تتير على خطر دي ما يقعد العرق متاع المريز حاجة اخرى ولي هي مهمة ياسر في المضعفات اتمنى على بنتي في عقلك في عقلك نفس في عقلك اشرب في عقلك سامحوني الحاجة الاخرى معناها واحدة من المضعفات انه العرق يولي يتنفخ ويتكون معناها معناها في البلاسة اللي تدق فيها برشة مرات معناها يوسع العرق وينجم انه العرق هذي كيتفلق ونعرفه اللي يتمزق ويتفلق معناها يولي يصير نزيف ونزيف كبير عليش على خطر معناها يكايني العرق كايني الشريانة بتاعه هو ويعمل نزيف كبير ويقلق المريض الحكاية ذي دكتور هذي نجم تسير في المركز ولا هذي نجم تسير في الدار واحده معناها نزيف ذي دونك إذا كان صار شما هو النجم يتصرف معا نجم تسير في المركز ايه وتنجم تسير في الدار وفمتو وسامحني يلزمني أقولها الهادرة فما مرضى اللي صارت معهم الهادرة هذية ومعناها هو توفي وفمتو اتبقى بش نحنا نتفديو الهادرة هذية ذاك عليش قدك المريقبة لازمة على خطر قبل ما يتفلق العرق راهو يعطي كيفما الأعراف فمتو الأعراض هذية قدك كي يبدأ يتنفخ العرق وكي هو اللفات أنه يتنفخ راهو تنجم تكون حاجة بو مش يسرع ذاك ويرت ويرت اوكي ذاك من غير كي جيبوه لك تغير لكن من غير لإليه محمد رسول الله معناها أعراض تخلي العرق ذاك المفوخ يتفلق في صورة ما إذا يظهروا الأعراض اللي بيش نقولهم تو أنه البلاسة هذيك المفوخة تولي حامرة البلاسة المفوخة هذيك تولي توجع تولي كيفما تحس الويزانتها تحسها كيفما مزيتها شوية إيس شخطو يظهر فيها كيفما سامحني كيفما تدميلا كيفما فانت إن كخوت لا لا إن كخوت معناها كيفما القشرة كحلة فانت إنت شنوع قنسميوها هذيك راهو فانت كي دوب مال مريض يكتشف الهادر هذية ولا الممرض ولا الطبيب اللي في السنطور دو دياريز يكتشف الهادر هذية راهو لازم المريض يقع معناها تقع البخيزان شارج متاعه في أقرب وقت باش الفلسطة هذية يتتسكر كمبليتما فانت نحاولو كيفاش نصالحوها بشيكي كنتفديو النزيف هذي اللي نجم يؤدي بحيات المريض دانك مع واحد الكمبليكاسيون هذية فما زادوا ينودخوا اللي قلنا مثلا بما أنه العرق معناها اللي يتمنوا التصفية نحطوها على العرق اللي يغذي اليد دانك واللي الدم اللي كان يتدفق لليدي واللي مقسم بينات اليد والفلسطة دانك شنور يصير في بعض الحالات اللي هو مقلال ديما نقول هاللي كمبليكاسيون هذو ما يصيروش ديما لكن لازم اللي المريض يعرفها مفهم بشيكي يعرف معناها يظهروا له الأعراض ينبه طبيبه ولا المريض الممرض سمحلي اللي موجود في المصحة متاع التصفية فما إمكاني أنه كيف فلسطة ياخو ياسر دم على حساب اليد يولي فما معناها يولي تسرق يولي فلسطة تسرق الدم معناها اللي كان ما أسنسي يمشي لليد ويولي المريض شنو يحس كيفما التنميل في سوابعه هو تنميل كبير خطر التنميل اللي نجم يكون بسيت ويولي تنميل ياسر والأطراف متاع السوابع ويولي ياسر بيردين والمجيعة تولي ديمة فمت معناها ملازمت وفمت وسرتو معناها في الليل ونجم يكون وسط السيانس دو دياليز كيف يولي يتوجع ياسر منها فمت وفمشكون اللي يقعد ويستحمل ويقول لك لي وما غير ما نقعد نعدي وما نشوفش وفمت ولقد الله بعديك تولي مشكلة متاع أنجرية في الأطراف متاع السوابع والمريض ينجم لقد الله يخلط معناها معناها سبع وإلا معناها جزء مصبع يموت سبع ولا لا يقزكتوا مخطة ما يخلطلوش الدم وقتها شفت اللي حكيت لك عليهم هذو مولكل ويردين مهمش ديما لكن ويردين وديما كي تصير حاجة كيف ما هكيا نحاولو قدم النجم انو نلقاوه حل بشكلة مستحفظوا على الفلسة هذية ما نسكروا الفلسة فامتالي صافي منها المريض كان ما عاش عنا حولو الأخرى فامتال وقتها قبل جاء اللي نعملو فلسة جديدة بشي صافي منها المريض أما من ناحية الجراحة حتى لكومبليكاسيون فيهم حلو زادة كيف كيف أما بش نتفاديو لكومبليكاسيون لازم المراقبة إذا عبد معناها يراقب بصفة منتظمة يوميا الفلسة متاعو هو ولا حتى معناها المختصين في السانتور دو جاليس راهو نتفاديو برشة معناها مضاعفات من نوع هذي باي دكتور النقطة مهمة ياسر حتى الاجتماعية خلو نقول أكيد فالنقطة هذي أكيد قلبه نقطة سخنة نقطة سخنة باي على خطر نقطة مهمة نقطة مهمة على خطر الاشكالية هذي اشكالية كبيرة واللي لاحظت حتى معناها سامحني في الأعلام ما يحكي وش ياسر عن موضوع هذي وهو موضوع كبير كبير وشائك على خطر مش كان المريض كنصيرني وفمتو المريض اللي يتعذب ولي فمتو يجرى فيه من نواحي الكل من ناحية النفسية والمادية ومن نواحي الكل حتى عائلة المريض فمتو حتى للسانتر دو جاليس فمتو طبا متاع الكلاوي زي دا ما فمش كلاب وزي دا لسانتر دو جاليس كيفاش يبدأوا يشوفوا المرضى متاحهم وكيفاش لقدر الله تصير ديكمplication فمتو ما ينجموش كيفاش يعاونو والمريض ينجم يصرف مرة ثنين فمتو تلاف على روح ومش كل ما ينجموا يصرفوا دا صحة ودير مش لكل ينجموا يصرفوا دانك هذي حاجة بربي جوست تلفت فمتو للعباد المختصة فمتو المسؤولين اجتماعي سميهم مسيلش دكتور اللي جوست معناها يعطيهم الصحة اللي لسانس دو دياليز سنبخي انشارش بغ لكنا فمتو ما تبقى باش نخلتو نعملوا سانس دو دياليز ما ينجم حاجة اللي معناها نعلم منها تصفير اللي هي يا الكتتيرية اما الفلسطة ذي اللي أنا نحكي عليها دانك هذي ما فيهش بريزان شارش دانك كيف ما قطك المريض ما عرف اللي فمت فما مرضى تقاها يتدين فمتو والحومة الكل فمت تشارك باش لمريض هذيك ونقى فما حتى شكون طبق متاع السانتر دو دياليز يعاملو كيف ما كوليكت فمتو باش يعملوا الفيستول هذي المرضى تمو فما شكون حتى ييد فعمل جيبو فمتو وفما حتى جراحة لي يعملوا العملية هذيه بليش مش تعرف اللي الهدرة هذيه ياسر معناها كبرت معناها وبرش عباد ولا عندهم معناها مشكلة متاع القصور كلوي فمتو دونك هذرة مهم ما ياسر ويحب ذي انو المسؤولين معناها يتلافتون في الموضوع هذيه يصير اعادة نظر من ناحية هذيه حاجة اخرى فمتو فما زادت كيف كيف الجمعية التونسية اللي مرضى اللي هي لاتيرو على راسهم مدام ألفا معالا فمتو مهم ما ياسر فمتو معناها خدمتهم مهمة برشة وفم امكانية انو العباد يعاونوهم العباد المقتدرين اللي يحبوا فمتو يعاونو العباد فمتو ومعناها عندهم فلوس يحبوا يعاونو بهم العباد ينجمو يتوجهوا للجمعية باش هكيكة يصير بطريقة قانونية فمتو معاونة العباد المعوزة اللي فريمان ما عندهم هذي رانا نحكيه ومانيش نحكيه على ان كنفور مش معناها حاجة لكس حاجة حياتية حاجة فيتال حاجة اللي يتوقف عليها حياة البشر اكزاكتما اكزاكتما دونك معناها حاجة أخرى تحية بربي معناها لسانتر دو دياليز اللي موجود اتوانا خطر في البنليو سود دونك في الظحية الجنوبية تحية ليهم الكل قاعدين يعملوا في مجهود جبار وكي نقول لك راهم كينيا عائلة فمتى للمريف معناها ونكون مقصرة وانا نقول في الشي هذي تحية ليهم الكل فردا فردا من الطاقم الشبه الطبي بالطاقم الطبي بأنواعه الكل بي يعطيك ساحة دكتورة لاي خاليك دونك نعود أفكركم الموضوعنا اليوم هو الفيستول لتصفية الكيلة إذا كان عندكم أسعلا في الموضوع دي مرحبا بتليفوناتكم على الواحد وثلاثين ثلاثمائة وثمانين ألف ثلاثمائة وثمانين ألف إيا فام أحلى غاديو رجعني لكم من جديد حيحني لكم ريكو مرحبا بركي سيتش نسمي عليك دكتورة نبدأ مع أول تليفون من تونس معنا ري مرحبا بي كريم عسلامة دكتورة مرحبا 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 عسلامة عايشي ربي إنا حمويا يصفي في الدم شفا مرات في الجنة كل مرة مسكين ويجي يمشي يقول لي ليه ما نحبش على خاطره تجاع برشا حبيت نعرف إسكو يعني كي يجي وشي يصفي نجمو يعملو البنج ولا إسكو والله نجمو يبدلو البلاثة خاطر هو كي يصفولو في الدم يبدولو ما يجي لسار مهم فامتني يعني سؤالي هو يعني إسكو كي يمشي صفي نجمو يعمل البلاثة ولا ما يجيش بيه بيه جست يعطيك صحة لسؤالك البسيون بما أنه عنده ينفيستول راهو كي يدقوها الفلسل نرمال ما وشنو يصير يصير تعقيم البلاثة واغلبية فاما راهو مرضى اللي ما معناها ما يتوجعوش كي يدق المريض من الفلسل متاع وراهو ما يتوجعش لكن فما شكون يتوجعوا ماذا يصير انه يحطوا كيفما تبنج البلاثة هذيك وبعد تتمسح وتتنظف بش هكيك تصير الدقة فامتما غير ما توجع المريض اما ما تصور ما ينفوز حاجة هذية ولا لا يلزم يمشي يعمل تصفي متاعو ويلزم تكون في ظروف طيبة زي ما فام مش كلام ويلزم يكون يصفي وعرف اللي هو حاجة مهمة بالنسبة لحياته وليس يقول ما نمشيش على خطر نتوجع فمت مهمة فمحل بقدرة ربي فمحل ان شاء الله نمشي للجزائر معنا انيس مرحب بك انيس مرحب السلام السيدي مرحب السلام يا عيسك و بربي جي 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 عمي لشحال مخطر حبي عرف لا هي حبي كون كون فقنا لغ فالدانيا رفاض يا مرحلة الاخيرة اكزاك سمحني فضلك بش فما امكانية انه شنو يعيش انه انه ادير دياليز يعني ادير تصفية التصفية تال كيدا كيكون تسطاد فينال تال انسيفيزون سرينال اسكو يجوز اللافظ تال اه تال اه بيعلي. سرحني من عشك ان فهمت سؤالك. معنى هو كي يفصل الاستاد فينال ابليكاتور ما مش يتعدى بالتصفية هكا تحب تقول اه اسكو كان ينزمش. يعني اسكو تفيد 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 اللافظ تال يعني ما ما ننجمونا عملوش. لا هو جوش تباخ نحنا كي نحكيو على اه انسيفيزانس غينال كونيك ستات تيرمينال. لهو على اساس اللو بش نخلطو للدياليز. فهمت. دونك اذا ما يعملش الدياليزم تاعو اسم الله علي رو معناها كالسموم. معناها لديشي سمحني والكسيدو وكل شيء معناها يتراكم في بدنا وتولي مشيكل كبيرة وينجم حتى يتقلق من ناحية القلب ونفس وكل شيء. دونك ما ينجمش يعيش مغير ما يصفي. فهمت. دونك لذي التصفية تولي هذيك الحل معناها الانجع. اكيد هو معناها ان شاء الله ربي سهله ويلقى شكون يعطيه كلوة. فهمت بشكيكة يعمل معناها زرع الكلوة متاعو والكلوة تخدم. فهمت ويرجع انسان عادي. متفاهمين? لكن فهمت لنخلطو لمرحلت بقدرة الله انه يلقى الهدرة هذيه والهدرة هذيه معناها تسهيله. انه يعمل التصفية متاعو معناها من يدو حتىكش اللي ربي سهل ويعمل للزرع الكلوة ان شاء الله. لازمة تصفية راهي لازمة. ويلزم بالانصح ويفضلك انه هو ما يوخرش بالمعناها اه متاعبش كلوية اكثر على خطر قد ما يتعب كلوية على قد ما هو يزيد يتعب وتولي مضاعفات ما اكبر. اكي. نعطيك ساحة دكتورة شاء الله بلو تفعليها النيس نمشيه لتونس حنان مرحبا بيك حنان. عسلامة حنان. عسلامة. تفاضل الله مرحبا. عسلامة دكتورة. مرحب. مرحب. عايزك دكتورة برابي حبيت نسئلك. كيف وحدي كامل السيانس متاع دي اللي ينسيه. ينجم يرجع لما يكل نرمال. ولا فما ماكلا ستيشيال يكلها. اي. اذا انساني ولي عندو مشكلة تع قصورك. لو يا ولي صفيرة وفما ماكلا اللي يلزم يتفديها. وهذي نرمان طبيبه متاع الكلاه. وحتى طبيبه متاع التصفية يزيد يذكروا اللي فما معناها ماكلا ما يزيم شكلها. واللي هي الماكلا اللي تلقاها غيش من بوتاسيوم. معناها فيها الاملاح البوتاسيوم هذي بكميات كبيرة مثلا التمر البنانة الشوكولانوار. حاجات كيف ما هكيه. وحتى حتى في طريقة حتى في طريقة تحضير الماكلا. معناها بش ينصحوه بطريقة معينة بتاع تحضير الماكلا بش هكيك ينقص قد ما ينجم في البوتاسيوم هذي ويكون معناها البوتاسيوم متاع ويقعد معدل ما بينات لسيانس. وفما شكون هو بعد ساعات اللي يشتهيه والماكلا هذيه ينجم وياخذوها وسط الدياليس. فامتا. دانك خطط دايور كانت تعمل طالة اللي صان تخدو دياليس تلقا كل واحد وعندو شوية بانان شوية فامتا بشككة او يتصف وقت. او يتصف وقت. اما الهدارية هي ما بينات لسيانس دو اللي ما يلزمش يخذهم بش البوتاسيوم متاع ويقعد معدل. باي. يعطيك ساحة اه دكتورة فما سويل حاطوه في الميكروتروتوار يسولو اسكل في سويل تنجم اتأثر على القلب وإلا لي. صحيح باي. وقت يش نجم اتأثر على القلب وقت اللي يكون الديبي كبير. ممتا نحن ناشقونا عنا. اوبجيكتيفنا انو نكبروا الديبي معناها تدفق الدم في العرق السطحي بشيكون سيئة في الدقان. لكن بعد ساعات تبدأ ما شاء الله معناها الواحد الديبي ولي ياسر ياسر كبير. ممتا يفوت معناها الف وخمسمائة ضغمام الفين ميليليتر في البقيقة. وقتها تولي اشكالية معناها تنجم يا من ناحية تأثر على اليد ومن ناحية اخرى تولي تأثر على القلب. وقتها يلزمنا نلقاو حل انو ديما نحاولو شفت نعاود نقول لك اللي ديما يفو بخزير فيلو كابيتال فينو حتى لو كان الفلسمة تعنا فيها اشكال نحاولو كيفاش نجم ونصلحوها. انو نقص الدبي هذي فمتا معناها فما طرق معناها مغير ما ندخل في اللي ديما اما فما ترق تخلي انو العرق هذيكا نضيقوه شوية باش الدبي يكون اقل وما يقفرش على القلب. دكتورة فما برشا عباد مرضى يستحقوا في الدوام تيحهم الدوالي جاري الدم كلو احنا. اهي. اسكال عبادة دوما وهو ما عندهم بشي عملو الفيستول دان كيفاش يعملو هو جاري الدم شان يعملو. بحي سؤالك باش نفهمو ببرشا طرق سؤالك. هو اه براه وحادي انو انسان يخو في دويات ما غير ذكر اسامي دويات بانسور. اه فما دويات اللي جاريو برشا الدم. المعناها المريض ينجم ياخد دويات هذوم كتبقى يلزم ناخذو احتياطاتنا. وقت ايش ناخذو احتياطاتنا وقت السيانس دو دياليز وصورتوه وقت اللي بعد من نحيوه كاليقوية ديكا كاللبره هذيكا ويقد الممرض فمتا ينزل على البلاسة. هذيك يلزم اكثر وقت بشاكيك نتفايده والنزيف يعطيك السعر. مغير ما يقص على الدويات. لا مغير ما يقص على الدويات. معناها الدويات من اللي جاري الدم فمناوع منه اللي راهو كيف دا الانسان عنده دقة زايدة فمتا كيف دا معناها الدويات لازم لحياته. الدويات هذيك زادة كيف كيف لازم. دانك ينجم ياخوه. وفمها زايدة اللي معناها مثلا القرطاس ما غير ذكر اسمه. هذيكا يلزم العبادي ياخذوها على خط جنغال ما المريض يكون عنده وستكر ولا تانسان وكل شيء. وهذيكا القرطاس هذيكا يخليه انه يتفادى جلطات في القلب وفي الكروما فمتا دو في عروف المخ وفمتا. دانك لازم ياخوه. وديور ما هو ما يشكلش اختر كبير. ونزيد كزيادة فما مرضى اللي يبدأ الواحد اللي عرق متاحهم ما هو شيكا يخدم بالقدي بالقدي. دانك بيش نعاونوه نجم ونعطيه للمريض الدوي يجري الدم فمتا بكية بيش يعاونوه. دانك معناها إذا سو كنتخول راهو معناه نجم ياخد الدويات هذيكا عادي. بي هذيك ساحة دكتورة جست بيش نستغلو بيش نستغلو بلزو مع دقيقة الاخرانية. بيش نعطيهم شوية نصاقح فيما يخص الفيستيو. فاظت 하겠습니다. كونس اضعو بيش نسمع ويخص الفيستيو بيش نحكي مقابل الفيستيو. قبلما يعمل الفيستيو يلزم يستحفظ اذا يعرف اللي هو عنده شكليم تاكليو بشي يخلط يعمل الفيستيو اللي. يلزم يستحفظ على اليد متاعو والعروق متاعو على خاطر هذيك رصيدو بالعروق. دونك يلزم ما يتدقش من العروق من اليد اللي بيش نعملو فيها الفيستيول هذي هو الحاجة الثاني حاجة وقت اللي بيش نعملو الفيستيول متاعنا معناها عمانيها الفيستيول متاعنا يلزم نستحفظو على اليد شو معناها؟ ما نهزوش الثقيل ما نتكاوش على اليد ما نحاولو ما نبسوش حاجات محزوقة على اليد هذيكا ما نثنيوهاش برشا نحاولو إنا نستحفظو على نظفتها وديما نتفقدوها ونحاولوا ما نقصوش التنسيون على الليد هذيك باش العرقة ما يتسدش حاجة أخرى بعد معناها الباسيون ما عمل للفلسام تاعه ومن بعد باش يبدأ يستحفظ عليها وقت التصفئ فهمت المريض أول حاجة يلزم يستحفظ على نظفتها ويتفقدها وثانية حاجة في السنتر دودياليز لازم يعملوا تنظيفة فهمت تعقيم للبلاسة هذيكة يلزم يعرفوا كيفيش معناها بعد تنحية اللبرة هذيكة كيفيش ينزلوا على الفلسة باش ما تعملش نزيفة وزادة كيف كيف انهم يبدلوا البلاسة متاع الدقان كل مرة فهمت معناها في الجمعة ولا في العشرة ايام يبدلوا البلاسة بشاكي كانت فداوة انو العرق يتنفخوا لقدر الله يتفلق وراهي الفيستيول حيتك دونك استحفظ عليها قد ما تنجم دعتيك الصحة دكتورة لنخليك أحلام سلام بقاتيش ما ناخد الميشور بتاعنا لليوم مفوتنا الوقت سامحونا يا شاي شميع دونك اتبا حدينا دكتورة سوميا مشغلاتك صحة دكتورة عايز شوالله فدنا لجمعاتك شوالله فدنا لجمعاتك نو سالو تيناي باي باي